بمناسبة عيد السيدة العذراء ينبوع الحياة ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطالة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة ديرها العامر في دبين بحضور رئيسة الدير الأم آيرينا وأخوياتها وعدد كبير من أبناء الرعية وفي عدد القداس قال سيادته هذا يوم عظيم في الكنيسة بعد القيامة المجيدة بنعمة شفاعة أمنا الفائقة القداسة التي تقودنا إلى الخلاص وختم سيادته بالدعاء إلى العلي القدير أن يحفظ الأردن حكومة وشعبا وقيادة وأن تتوقف هذه الحرب البشعة في الأرض المقدسة وأن يرفع الشدة عن غزة ويتحقق السلام في أرض السلام وبعد أن أعلن سيادته انطلاق الموقع الإلكتروني وبدء البث التجريب للمحطة الأرثوذكسية أقيم زياح احتفالي ضمن أجواء الفرح على أنغام معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية موسيقى